تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطع غزة لليوم الخمسين بعد المائتين على التوالي تزامنا مع تواصل لقصف واستهداف للمنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة وشنت قوات الاحتلال غارات وقصف مدفعين على المناطق الشرقية من حي الزيتون وجنوب شرقي مدينة غزة وسط تدوغل محدود لقوات الاحتلال شرقي حي الزيتون كما استهدفت قوات الاحتلال منازل مأهولة في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم المصيرات للاجئين وسط قطاع غزة وأطلقت الأليات العسكرية النار جنوب شرق مخيم المغازي وسط القطاع